طاقتكم لهذه القراءة أنت في وضع اختيارات ربما أنت تكون فنان ربما أنت تكون في إبداعات في وقت إبداعات ونجاحات وعندك من المواهب الشيء الكثير عندك خيارات كثيرة ربما تكون تقضي ساعات طويلة على الأنترنيت تحاول أن تختار شخص مناسب لحياتك على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك أشخاص مختلفين وأنت متردد هناك فرص كبيرة وكثيرة أمامك متاحة ولكنك أنت متردد في أخذ الاختيار هذه احتمالات أو ربما أنت في هذه الفترة مكتئب من شيء ما قد حصل معك ومتردد احتمال بأنك أنت ترى هذا الشخص قد عمل معك مشكلة قد سبب معك مشكلة عمل معك مشكلة هو السبب كان فيها أو أنت كنت فيها السبب ربما كنت في علاقات كثيرة وهذا الشخص عرف بأنك تقضي ساعات طويلة تتكلم مع أشخاص أخرين غيره وقد شعر بالغيرة وقد عمل معك مشكلة لهذا السبب أو أنك ترى بأن هذا الشخص يحب المشاكل ويعمل معك دائما مشاكل وأنت أردت أن تخرج من هذه الفترة من هذه المشاكل وترى حياتك في طريق آخر مع الشخص آخر لأنك تعبت من هذه الصراعات أو ربما ترى بأن هذا الحبيب أمامه فرص كثيرة عليه خناقات كثيرة أمامه فرص أشخاص آخرين يتنافسون عليه وأنت تحاول أن تتابع هذا الحبيب تنظر إليه من بعيد تستعلم عن أخباره عن أحواله هذه احتمالات الحبيب هو يحبك جدا وهو فاتح قلبه للحب هو صحيح بأنك تراه بأنه ممكن أنك تراه بأنه يعمل لك مشاكل أو بأنه احتمال لأنه يكون معك كثير التدقيق على أشياء كثيرة وأنت قد مللت من هذا الشيء ولكن هذا الحبيب يحبك بشكل كبير هو إنسان طيب وعاطفي وبسيط ومحب ويريد أن يقدم لك أي عرض لكي ترضى إذا كنت أنت قد غضبت منه هو يريد أن يصالحك هو متواصل معك بالروح جدا هو إنسان شخص جدا روحاني وأنت احتمال بأنك تتواصل مع هذا الشخص بالروح وهناك قد حصلت بينكما خلافات ومشاكل قد أدت إلى قطع هذه العلاقة ولكنكما أنت وهو متواصلين مع بعضكما بالروح وهو يريد أن يصالحك ويعيد العلاقة إلى ما كانت عليه ربما أنت وهو هذا الشخص في زواج وبينكم أسرة ربما يريد أن يعيد العلاقة ويعيد الاحتفالات والرجوع والسعادة إلى ما كانت عليه هو هكذا ينوي لكنه في هذه الفترة هو متباعد عنك ولكنه متعلق بك ما زال متعلق بك ولا لم ينسك ربما كانت بينكما أيضا محاكم وصلت بينكما المشاكل للمحاكم بالمناسبة الأبراج برج الجوزاء وبرج الدلو برج الحوت برج الثور برج الحوت أيضا مرة أخرى برج القوس وهناك طبعا الطاقات جميع الطاقات متواجدة عندي كافة الطاقات لنأخذ نصائح في البداية من الروبانس انجل تقول لك هذه البطاقة أولاد ربما كانت بينكما علاقة زواج وبينكما أولاد أطفال أو ربما تكون بينكما مشاكل من الطفولة تؤثر على حياتكم في هذه الفترة حياتكم العاطفية تقول لك هذه البطاقة قريبا جدا فقط ادعي ما تريد ادعي من الله أن يكون لك ما تريد وأنت ستحصل عليه بوقت قريب جدا تقول لك هذه البطاقة احذر فالحذر واجب وهذه أيضا تقول لك عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا ربما أنت وهذا الشخص لا تتكلمان من القلب والقلب من القلب إلى القلب وهذه البطاقة تدعوك إلى الحديث معه بشكل واضح وصريح ولا تخبئ أي مشاعر عنه فأنت إذا كنت في خصام معه أو كنت في في وضع ما قد حصلت خلافات بينكما أن تعبر عن نفسك بشكل واضح وكن جريئا ولا تخاف من ردة فعله أو من شيء من أي شيء قراءتك أو الطاقة لهذه القراءة أنت قد قطعت مع هذا الشخص أنت قد قررت أن تقطع مع هذا الشخص بشكل واضح وتكون معه رسمي جداً إذا كان هناك بينكم أطفال أنت تريد أن تكون مع هذا الشخص ضمن إطار المسؤولية فقط أنت تريد أن تكون تقدم له ما يحتاج وتقدم له ما عليك من مسؤولية ولا تريد أن تعبر له عن أي مشاعر أنت قد أخذت القرار وحسمت الموضوع طاقة الحبيب هو يحاول أن يدافع عن نفسه هو يراك بأنك قد قمت بظلمه ربما قد ظلمته ويجعر بأنك ظلمته ويحاول أن يدافع عن نفسه وعن أفكاره بكل قوة وبكل شراسة أو ربما أيضاً هو يحاول أن يبعدك عنه أيضاً أنت تتباعد وهو أيضاً في نفس الوقت هو أيضاً يتباعد يريد أن يضع حدود بينك وبينه ربما لأنه يراك أيضاً أنت متباعد لننظر مرة أخرى إلى الطاقة العامة باحتمال بأنه قد حصل بينكم مشاكل كما قلت في هذه البطاقة وهذا الشخص يحاول أن يدافع عن نفسه يحاول أن يقول لك ما هي أسبابه فأنت بدورك يجب أن تسمع من هذا الشخص وكما قالت هذه البطاقة تكلم من القلب إلى القلب افتح بينكما باب الحوار مع هذا الشخص وانظر إليه واسمع منه لعله يريد أن يقول لك فهو إنسان جداً صادق ويحبك ويريد أن يكون معك أيضاً يرجع إليك مشاعرك باتجاه هذا الحبيب أنت تحبه لدرجة كبيرة أنت مغرم به وتراه هو التوأم لروحك ولكنك أنت في طاقة تخفي طاقة ملكة السيوف تخفي مشاعرك عنه لا تريد أن تعبر له عن مشاعرك لأنك تريد أن تشعره ربما قد أخطأ معك ربما تريد أن تشعره بخطأه معك ولكن هذا الشخص جداً يحبك وأنت أيضاً تحبه جداً أو ربما تكونان أيضاً في شركة عمل أنت وهذا الشخص ربما تكونان تعملان مع بعضكما وأنت تراه توأم لروحك ولكن تتعامل معه بشكل بعيد وبشكل جدي وهو أيضاً ممكن أن يكون في أثناء العمل إذا كنتم تعملان مع بعضكما هو يحاول أن يكون معك بشكل جاد ويعطي يضع حدود بينك وبينه في العمل لا يحاول أن يدخل مشاكله العائلية مع العمل هو أيضاً إنسان عقلاني ولكنه إنسان جداً صادق يبدو بأنك أنت الذي لا تعبر عن نفسك وأنت الذي قررت أن تقطع الكلام ولا تعبر أبداً عن نفسك لأن هذه البطاقة تقول لنا عبر عن نفسك ولكنه ظهر في طاقة هذه الطاقة هو إنسان طيب القلب ويعبر عن نفسه بطريقة جداً جميلة ولكنك أنت هو المطلوب منك أنت أن تعبر عن نفسك وتكون جريئاً مشاعر الحبيب تجاهك هو يراك الزوج المثالي أو الزوجة المثالية هو يراك الأم لأبنائها أو الأب لأبنائها إنسان يراك إنسان جميل جداً وصاحب قرارات تعتمد على نفسك معك الحياة تكون جميلة هو يراك بغاية الجمال هذا الإنسان هو جداً يحبك وأنت جداً تحبه لا داعي لإخفاء البشائر عبر عن نفسك قريباً جداً تقول لك هذه البطاقة قريباً جداً ادعي من الله قريباً جداً سيحصل لك ما تريد ربما كانت هذه العلاقة بينكم أطفال أعطي فرصة لهذه العلاقة هو يراك بأنك إنسان صادق وعقلاني وصاحب قرارات ولا تحب اللف والدوران وظهر لنا أيضاً في طاقتك العامة وهو يراك هكذا أنت إنسان عقلاني ولكن يراك أيضاً بأنك لا تظهر مشاعرك أبداً كما ظهرت لنا في الطاقة العامة أنت إنسان فقط تريد معه أن تتعامل معه بالعقل وهذا شيء ليس بشكل جميل ليس بشكل جميل أن لا نقول أو لا نقوم بإظهار مشاعرنا كل الوقت ليس بالضرورة كل الوقت ولكن بعض الأحيان يجب أن نظهر مشاعرنا لا يجب أن نكون في كل الوقت عقلانيين ربما قد حصلت بينكما مشكلة وهذا الشخص يحاول أن تتراه يحاول أن أو هو يراك تريد أن تحل هذه المشكلة أو أنك بأنك قد قطعت معه الكلام بسبب هذه المشكلة ولكنه هو سيحاول أن يدافع عن نفسه وهو يراك هكذا لأنك قد قطعت معه بسبب هذه المشكلة قطعت معه الكلام نوايا هذا الشخص هو يريد أن يكون معك يحب أن يكون معك في استقرار وفي عائلة وفي سعادة يحب هذا الشخص احتمال كبير لأنكما تكونان متزوجان يحب أن يعيد العلاقة كما كانت في السابق إلى وضع الاستقرار ربما كنتما في علاقة زواج وعلاقة طويلة وثابتة وكانت مستقرة هذه العلاقة كانت مستقرة وكانت الحالة المادية ممتازة بينكما وكنتما مرتاحين وهو يريد نواياه أن يعيد هذه العلاقة كما كانت في السابق خطوته القادمة بأن يعمل توازن بينك وبينهم بأن يختار ربما قد حصلت مشكلة بينكما بوضع اختيار إما أنا أو كذا أو أي شيء ليس بالضرورة شخص ربما وضعته أنت في اختيار وقد أصبحت بينكما مشكلة من وراء هذا الشيء هو الآن سيريد أن يعمل اختيار يحاول أن يوازن أموره ويحاول أن يصل سيحاول أن يصل إلى قرار يرضي جميع الأطراف يحاول أن يكون وسطيا مصير هذه العلاقة هي الحظ إن شاء الله سيكون بينكما هو رجوع وعودة وزواج إذا كنتما غير مرتبطين هذه هي عجلة الحظ ستدور لأنك أنت تحبه وهو يحبك ولكن المشكلة بينكما هو بأنك أنت لا تظهر مشاعرك أبدا أنت تحبه ولكنك لا تظهر مشاعرك وأنا أرى بأن هذه الخلافات التي ظهرت بينكما أو حصلت بينكما قد أثرت على مجرى الأمور بينكما وقد أنت قد قطعت هذا مع هذا الشخص بشكل كلي دون أن تسمع منه وهذه البطاقة تقول لك عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا قل له بشكل صادق وقل له بشكل واضح واطلب ماذا تريد إذا كانت بينكما أي خلافات حلوها مع بعضكما أحذر فالحذر واجب احذر ربما من هؤلاء الأشخاص الذين سببوا لكم هذه المشكلة ربما كانت هؤلاء الأشخاص كانوا من أحد العائلتين من عائلتك أو عائلتها وسببوا لكم هذه المشكلة الكبيرة ابتعدوا عن هذه المشاكل احذروا من هؤلاء الأشخاص وابتعدوا عنهم وحاولوا أن تفتح قلبكم لبعضكم وهذه تدعوك هذه البطاقة أيضا افتح قلبك للحب أنت إنسان جدا عقلاني ولا تعطي مجال للمشاعر العاطف افتح قليلا من قلبك للحب وأعطي فرصة لهذا الشخص لأن هذا الشخص أيضا جدا يحبك هو يريد أن يقدم لك عرض عرض مادي عرض هدية أي شيء هو إنسان وسيط جدا ويحاول أن يعيد العلاقة كما كانت ولكن أنت لا تتمسك برأيك ولا تكون بشكل صارم تقطع هذه العلاقة ولا أريد التنازل لا أريد الرجوع لا أعطي لهذا الشخص فرصة لأن هذه المشاعر لا تأتي لنا كل يوم أنت إذا لم تكن تحبه أقول لك أعمل ما تريد ولكنك أنت تحبه ويظهر لنا بطاقة لا يوجد عندي أجمل هذه البطاقة لكي تعبر لك تعبر لنا عن مشاعرك أنت جدا تحب هذا الشخص فلما لا عبر عن مشاعرك ويظهر له وأعطي لهذه الفرصة بداية جديدة وهذه العلاقة بداية جديدة وإذا كانت بينكم أطفال كان بينكم أطفال فأعطي فرصة لهذه العلاقة وإذا كان هذا الشخص أو أنت وهناك مشاكل بينكم من الطفولة فحاول أن تخرج من هذه الطاقة وتدعي من الله وقريبا جدا سيكون لك ما تريد إن شاء الله في هذا الكرت شكرا لكم برج العذراء على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر